اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو حاليا بيحضر في الدكتوراه في جامعة النيل وعنده خبر ان شاء الله 18 عام في مجدال الـ GIS فافضل واحد يدينا محضرة في النقطة ليت جزاكم الوقت الخاري دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشكرك على التقديم طيب cloud based GIS نظماته جغرافية في زمن cloud الـ session ان شاء الله نحاول نتكلم فيها بشكل مبسط بحيث حتى لو بعض الحاضرين حتى لسه بيعيد عن المجال فهيقدروا برضو يستوعبوا الفكرة العامة معنا طيب المحتوى بتاع التوكن نهارده هي النقطة الاساسية دي الاول هندي فكرة عن الـ GIS بشكل عام يطلق ايه هو الـ GIS ده وبنستعمله في ايه الحاجة التانية هننط ناحية الـ cloud الـ concept العام بتاع الـ cloud بعد كده هنتكلم عن evolution بتاع cloud based GIS بعد كده هنروح الـ ArcGIS Online ده اشهر platform لـ GIS على الـ cloud يعني هنوقف هنا شوية وهنحاول حتى نشتغل ونشوفه live نشتغل عليه شوية بعد كده هنشوف بعض الاستخدامات مين ممكن يستفيد من التكنولوجيا بتاع cloud based GIS طيب خلينا نبدأ سريعا كده ونشوف هو الـ GIS يعني لو حد لسه بيسمع عن الـ GIS الاول مرة فالـ GIS هو اختصار Geographic Information System هو ببساطة نظام معلوماتي بس له علاقة بالموقع بالمكان يعني ندخل عطول نشوف قصدنا ايه بالكلام ده في نظامات الجغرافية او الـ GIS اللي بنعمله كالقاتي ان احنا بنحول الواقع بتاعنا على الخريطة الواقع بتاعنا بيشمل بيشوارع بيبقى في مباني بيبقى في ممكن اعمالية اضاءة بيبقى في حاجات تحت الارض زي مواسير مية كابلات كهرباء وهكذا كل ما هو ممكن يكون موجود في الواقع ممكن نحتاج ان احنا نتعامل معه لحسب المجال بتاعنا فاحنا بنحطه على الخريطة فبنحطه على هيئة طبقات بيبقى 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 ليرز فوق بعض كده بيبقى عندنا لير للمباني زي ما احنا شايفين لير للشوارع لير مثلا هنا بالنسبة لنا المدارس وهكذا كل ده بتبقى ليرز فوق بعض بحيث نعمل تمثيل للواقع بتاعنا على الخريطة طيب هو بنعمل كده ليه هل الغرض بتاع الـ GIS ان يكون عندنا خريطة يعني وانس ان احنا بنى الخريطة كده خلاص احنا بقى عندنا الجائس الحقيقة لا دي بس مجرد البداية احنا عشان نشتغل فهي الخطوة الاولى عندنا ان احنا نبني الخريطة بتاعتنا لكن الاهم من بعد كده ان احنا بنبني الخريطة علشان اهداف تانية هنشوفها بعد كده بس عايز اعضح حاجة ان الجائس واحنا بنبني الخريطة بالنسبة لنا مش مجرد رسومات فقط لا غير هي بتبقى الخريطة مربوط بيها بيانات بمعنى احنا هندي مثال هنا لو احنا بنتكلم على الشوارع مثلا احنا كل شارع موجود عندنا بيبقى ليه بيانات مربوطة بيه بحيث ان احنا لو وقفنا على شارع معين ممكن يكون شايفين اسم الشارع شايفين نوع الطريق طريقيسي ولا سانوي ممكن يشوف شايفين الويدس بتاعه ممكن يشوفين طريق الانشاء التاريخ الانشاء بتاعه وتفر حسب المعلومات اللي بتكون متاحة فبالتالي الجائس بيدمج بين الاثنين بين الجيومتري اللي هي رسومات زي ما احنا موجودة قدامنا الجيومتري ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون وبين الاتا او بنسميها الاتريبيوت المعلومات اللي هي مرتبطة بالجيومتري دي طيب احنا بعد ما نكون الخريطة احنا فعليا الغرض الاساسي والعنص ونقطة القوة الاساسية فيما يسمى بنظماته جغرافية هي اللي بيسميها او التحليلات المكانية دي امثلة من بعض التحليلات المكانية نعرضها بسرعة سريعا يعني احنا مثلا بالنسبة لنا هنا تخيل ان احنا مثلا عايزين نفتح فرع احد الكافيهات عايزين نفتح فرع مثلا احد محلات السوبر ماركت عايزين وتظر خدمة ما عايزين نضيف مقار جديد لها فاحنا بنحسب هنا حاجة بنسميها نطاق الخدمة بتاع بنقول مثلا الكافيه ده بيخدم الناس في النطاقات مثلا تلت ساعة بالعربية فهو ده نطاق الخدمة بتاعنا فنقدر نحسب حاجة زي كده فلو دي الافرع بتاع بتاعتي فانا بحسب حاجة اسمها نطاقات الخدمة بتاعتي بالتالي بشوف المناطق اللي انا مغطيها والمناطق اللي انا مش مغطيها بالتالي ممكن اخد قرار انا محتاج اغطي مناطق اكتر او لا لا احسن بشوف الاولويات بتاعتي بناء على كريتيريا معينة في بعد كده عندنا مثلا احد التحليلات المستخدمة كتير حاجة زي هنا لو انا عايز اشوف مثلا كمثال انا عندي مجموعة انا بشتغل في مجال الريتيل وعندي مجموعة من المحلات اللي بتبيع المنتجات بتاعتي فبالتالي انا ممكن اشوف هما المحلات دي توزيعها فين والريفنيوز اللي بيجي منها مسلا اكتر فين احرف مثلا ان في مناطق معينة hot areas كده الفلوس بتاعتي بيجيب منها فلوس اكتر منتجاتي بتباع اكتر وفي مناطق لا وهكذا ممكن اشوف فنومناس تانية مختلفة ممكن يكون مثلا لو حد بيدرس في مجال مثلا الجيولوجيا او بيشوف الرطوبة في الارض او هكذا فممكن يكون نفس الفكرة هو بيدرس فنومنا معينة فبيشوفها على الخريطة بالمنظر ده بيبقى عنده مجموعة من العينات وبعدين بياخد الداتة دي يحطها على الخريطة ويعمل اناليسيس بين الداتة دي على بعضها ويطلع يعني ريزلت زي كده علشان يشوف هو تركيز فنومنا معينة مثلا فين في تخيل بقى لو برضو الاشهر حاجة مشهورة عندنا لو احنا عايزين نعمل مصار ان كل يوم في عندي مندوب مثلا في البزنس بتاعي بيطلع يعدي على محلات يبيع المنتج بتاعي فانا عايز يشوف المصاري الانسب ان هو يمر بيه علشان يوزع المنتجات بتاعتي بين المحلات المختلفة فيوفر الوقت والبنزين والفلوس وهكذا ودي يعني لو احنا كل يوم الصبح تقريبا معظمنا ممكن يفتح الخريطة عشان يشوف هو الطريق الفاضي فين علشان يمشي فيه وهكذا وده احد يعني اشهر استخدامات نظم المعلومات الجغرافية حتى ممكن يكون مش شرط كلنا بيعرفين يعني ايه نظمات الجغرافية بس كلنا بنستعمل الخدمة دي فيه كمان احد الحاجات المثلا هنا انا ممكن عندي لو دي مثلا الفروع بتاعتي بتاعة البزنس بتاعي موزعة كده على مستوى البلد كلها وانا بشوف في كل فرع هو كم مثلا العملاء اللي بيجوا فيه خلال السنة قد ايه فبشوف فيهم اماكن فيها فروع اكفيها يعني عليها اقبال اكتر من اماكن تانية وهكذا فيه مثلا هنا كمان شوفنا شايفين شغل حاجات 3D الجاس كمان مش بس الخريط عندنا ممكن تكون 2D هي ممكن تكون 3D كمان وبنعمل تحليلات على 3D اللي احنا شايفينه هنا لو فرضنا ان احنا فيه نقطة هنا في النص شخص واقف هنا فاحنا بنشوف هو الشخص ده ايه المناطق اللي كشفها هو شايف ايه ومش شايف ايه فالاماكن اللي بالاخضر دي معناها دي كلها حاجات في نطاق الرؤية بتاعه الحاجات اللي بالاحمر دي مناطق مش قادر يشوفها علشان محجوبة عنه عن طريق ان هو 3D الارتفاعات حاجة بالرؤية عنه وهكذا خلينا اقول ان الجاس داخل في مجالات كتير قوي داخل في مجالات يعني غير البيزنس في الصحة في التعليم في حتى مؤخرا يعني انا كنت لسه كتبت منش فترة عن ان في المجال السينما كمان 3D افلام بعض الافلام اللي المشهورة دلوقتي بقت ممكن تستخدم الجاس علشان تبني نمازج يعني للمدن بتاعتها اللي خيالية ممكن باستخدام الجاس علشان يعني بتبدي نوع من الخيال والابهار للسينما وهكذا في مجالات كتير قوي بتستعمل النظم من المعلمات الجغرافية زي ما قلنا هو النقطة الاساسية في الجاس مش ان احنا بنبني خريطة النقطة الاساسية هو ان احنا بنقدر نعمل تحليلات تحليلات على الخريطة علشان في الاخر نعرف الوضع الراهن ونعمل يبقى فيه عندنا زي دعم اتخاذ القرار الجاس بنقدر نجاوب على الاسئلة زي دي بنشوف اسئلة زي مسلا يعني هو فين مسلا يعني ايتم معين فين المدرسة الفلانية فين بتاع حاجة معينة في موجود فين طب هو ايه اللي قريب منها ايه اللي حواليها الكسافة بتاعة زي ما ذكرنا كمثال هو الكسافة بتاعة الريفنوز اللي بتجيلي مسلا موجودة فين هو ايه هي المحلات اللي مسلا في النطاق منطقة معينة هو ايه اللي قريب من مين طب انا اوصل لها ازاي ايه فيه علاقة بين الظواهر وبعضها طب ممكن نعمل ستيناريوهات لو احنا عملنا تعديل ايه اللي هيحصل وهكذا طيب اللي بعد كده فيه حاجة اسمها او الجي بي اس اه ناس كتير اوي بتتلخبط هو اه الجي بي اس هم هم علاقة بعض ولا هو ده هو ده ولا ايه العلاقة هم الاتنين حاجتين مختلفتين الجي اي اس ببساطة هو نظام معلوماتي زي ما ذكرنا بيبقى عندنا بنقدر نعمل على الديتا اللي عندنا على الخريطة علشان دعم اتخاذ الكرار طيب لكن الجي بي اس لأ ده نظام تاني خالص منظومة مكونة من مجموعة من الاقمار الصناعية حوالي اربعة وشرين امر تقريبا بتلفة حوالين موجودة حوالين الارض علشان تحديد المواقع يبقى فيه اجهزة معانا هنا الاجهزة دي دورها انها تحدد الموقع بتاعك موجود فين بدقة عن طريق الامار الصناعية اه طبعا فيه لينك بين الجي اس والجي بي اس ان احنا لما بنشوف اللوكيشن بتاعنا بعد كده بنرسمه على الخريطة زي مثال الخريطة اللي معاك على الجهاز التليفون بتاعك بيبقى انت بتفتح الخريطة وفيه اه نقطة زرقة كده بتبين هنا ده اللوكيشن بتاعك اللي هو اتقرى من الجي بي اس فبالتالي اه الجي اس ده منظومة معينة نظام معلوماتي بنستعمره عشان نعمل اناليسيس الجي بي اس ده جهاز وظيفته نحن هنحدد اللوكيشن بتاعنا اللوكيشن ده ممكن نضيفه على الجي اس طيب بينا نشوف بعد كده طيب اللي احنا اتكلمنا فيه دينا نبذة عامة عن الجي اس بشكل مبسط كده بشكل عام نيجي بقى الممنوع في فكرة الكلاود كومبيوتين الكونس بتاع كلاود كالقادي قبل ما تطلع حتة فكرة الكلاود كانت الناس بتشتغل لوكل انا صاحب شركة او انا جهة حكومية او انا وطفر انا جهة ما عايز اشتغل على السيستم على اي سيستم بتاعي انا عايز اشتغل عليه فانا بنزله عندي بيبقى عندي الاجهزة بتاعتي السيرفرات بتاعتي موجودة بقى نستول السيستم عندي واشتغل بعد كده ظهرت فكرة الكلاود انه هو طيب انا ليه اشتغل ليه انا اشيل هم ان انا اجهز انا سيرفرز بتاعتي والسيرفرز دي بتحتاج صيانة وبتحتاج يعني فيه منتنس دورية بتحتاج حد مسؤول انه هو يتابعها محتاج جو معين وداتا سنتر ممكن تكييفات بتحتاج يعني اهتمام بشكل معين طب انا ممكن الجأ لحاجة اسمها الكلاود الكلاود دي بقى انه لا بيبقى فيه جهات ما بتوفر لي الامكانيات اللي انا محتاجها في الهاردوير دي بس على شكل كلاود انه هو لا هي اللي بتتولاها وهي بتوفر لي اللي انا محتاجه بس وخلاص وانا بس تعمل بس اللي انا محتاجه منها وخلاص فبالتالي السيستمز نفسها انا مش هنزل السيستم عندي انا نزلها عند على الكلاود واستخدمها خلاص نوضح شوية فكرة الكلاود دي الكلاود احنا عندنا فيه ثلاث انواع من الكلاود فيه عندنا حاجة اسمها يعني فيه عندنا ليفلز معينة او بيسميها موديلز معينة من الكلاود في عندي حاجة اسمها انفراستركشور ازا سيرفوس ويه سوفتوير ازا سيرفوس طيب انا دلوقتي حاليا انا اللي انا عايز اعمله دلوقتي فيه اول حاجة اللي هي انفراستركشور ازا سيرفوس ده معناه ان جهة ما زي مثلا امازون او او اتبر الجهة دي بتوفر لي هي الهاردوير بتوفر لي هي الستوريج بتوفر لي هي الحتة الرامات والبروسيسينج والحاجات دي بتدهاري جهازة كأنها بيتوفر لي الهاردوير بس ريموتلي وانا بعد كده بقى نستول عليه اللي انا عايزه واتحكم فيه زي ما انا عايز بعد كده او لأ ببقى فيه بلادفورم جاهز هي بتخفاري بلادفورم جاهز وانا يا دوبك ابني الابليكيشنز بتاعتي عليها وخلاص او لأ خالص انا كل الحكاية الابليكيشن نفسها انا كلها هشتعمله الابليكيشن بس اشهر حاجة لها دلوقتي هي مسلا زي الجيميل الايميل بتحرك حضرتك لما تحب تستعمل الجيميل بتدخل اونلاين على الانترنت على موقع الالكتروني بتاع الجيميل وبتستعمل الابليكيشن اللي هو الجيميل بتاعك وخلاص ما فيش حاجة ما عندكش اي كنترول على اي حاجة اكتر من جد فبالتالي هي it's levels كل level من دول ليه ميزاته وعيوبه الكنترول كل ما يتنزل تحت كده نحت الانترنترول فالكنترول بيزيد فوق الكنترول اقل بس في نفس الوقت الكمبليكيشن اقل اليوزر مش محتاج يكون عندك مش محتاج يوزرز اكسبرينس في الاي تي والحاجة الانت يوزر بس هو اللي هيكون محتاجه علشان يستعمل الابليكيشنز دي بالتالي خلينا ناخد مقارنة كده بين الارباع موز اللي عندنا معناها لا مش كلاود خالص انا هنستول السيستم بالكامل عندي فبالتالي حضرتك اللي بيتمانج كل الحاجات دي بنقاول الهاردوير والسيرفرز والستوريج والاوبريتنج سيستم وتبني الداتا والابليكيشن كل ده حضرتك اللي بيتمانجه بتاخد بالك من كل الحاجات دي وبتتصرف فيها او الانفراسراكشور اذا سيربس فساعتها ان فيه جهة ما هي هتديلك هي توفر لك الهاردوير على الانترنت كانت اديت لك مساحة على الانترنت فيها البروستسينج اللي انت محتاجه وفيها الستوريج اللي انت محتاجه فيها الرامات وهكذا اللي انت محتاجها بعد كده انت بتتولى بقى تنزل الابليكيشن بتاعك وتكمل لغاية ما تبني الابليكيشن بتاعتك بنفسك في بعد كده لا البياتفورم اذا سيربس لأ انت خلاص كل البياتفورم جاهز وابليكيشن كل ده موجود انت يدوق عندك الديتا والابليكيشن بتتولاه فيه بقى لا صوفت ويلة سيربس ده اللي هو يعني خلاص اسهل حاجة لا حضرتك الاند يوزر انت مش هتشيل في دماغك اي حاجة مش هتشيل هم اي حاجة انت بتدخل تستعمل الابليكيشن على طول زي ما ذكرنا كده حضرتك مثلا محتاج الاميل انت مش هتشيل هم اي حاجة انت محتاج الاميل بتدخل على جيميل دوتكم تستعمل الاميل بتاعك وخلاص بس كده الكل اللي بيحصل في الباك اند ده ده الشركة اللي هي بتقدم لك الخدمة اللي هي جوجل هي اللي شايلة هم كل الحاجات دي طيب ده كده فكرة الكلاود بشكل عام لما نشوف بقى الجاس مع كلاود الجاس يعني بدأ من زمان وكان زمان الاجهزة يعني حضرتكم عارفين كانت اول من اجهزة كبيرة من اول كان في حاجة اسمها المين فريمز بعد كده بقى فيه ميني كمبيوترز ووركستيشن الديسكتوب اللي هو زي اللابتوب بتاعتنا الحالية دلوقتي بعد كده فكرة بقى فيه عندنا السيرفرز ويب سيرفرز والكلاينت سيرفرز تعمال الانترنت وبقى فيه كلاينت بتكون نكت على الانترنت وهكذا لغاية ما فيه الجاس بقى موجود على الكلاود في الفترة دي بعد 2010 تقريبا بقت بدأ ينتشر فكرة الجاس على الكلاود فحاليا احنا في المرحلة دي وهم مستمرين فيها شوية وبتتوسع وكل شوية عدد اليوزرز بتوع الجاس بيزيد فيه بلاتفورمز كتيرة موجودة فيه شركات مختلفة بتقدم خدمة الجاس وعندها بتقدم بلاتفورم للجاس على الكلاود احنا هنتكلم على واحد معين يعني اللي هو اشخرهم شوية النهاردة اللي هو بس الارك جاس دلوقتي حاليا زي ما ذكرنا الجاس ممتد في مدارة في مصاري الرحلة دي فبالتالي حاليا في عندنا لو شوفنا شركة زي شركة ازري دي الشركة الاشخر في مجال اللي يعني اقول اكبر والاقدم يمكن برضو في مجال نظم كبغرافية فهي حاليا عندها فاميلي بتخدم الجاس على الديسكتوب معناها ده ان هو صوفتوير حضرتك بتنزله على الجهاز بتاعك عادي زي ما بتنزل مايكروسوفت اوفيس وهكذا في نفس الفكرة انت بتنزل الديسكتوب بتستعمله على الماشين بتاعتك وتستعامل مع الخرائط وتعمل اناليسيس بتاعتك وهكذا فيه كمان على الارك جاس سيرفر ده معناه اللي هو الموديل برضو اون بريميسيس حضرتك بتنزل السوفتوير على سيرفر موجود عندك والسيرفر ده بيتولى ان هو ينشر الخرائط الموجودة والمحتوى والابليكيشنز بحيث المستخدمين اللي بيكنكتو على السيرفر بتاعك هم يقدروا يستعملوا الابليكيشنز والإمكانيات الجائزة اللي موجودة من اجهزتهم المختلفة ممكن تكون اجهزة ديسكتوب ممكن تكون براوزر على الويب ممكن تكون موبايل ديفايسيز بس في الآخر كلهم بيكنكتو على الحاجة اللي موجودة على السيرفر بتاعك في بعد كده الابشن التالت اللي هو الارك جاس اونلاين ده البلادفورم الكلود بيزد جاس اللي هي بتقدمه اسري الارك جاس اونلاين موجودة على الانترنت فبالتالي اللي محتاج يستعمل الارك جاس اونلاين هو مش محتاج يستعمل يكون عنده سيرفرز او حاجه خلينا نوضح ان الـ ArcGIS Online الموضل بتاعه هو SaaS هو من النوع ده Software as a Service معناها ان لو حضرتك عايز تشتغل على الـ ArcGIS انت مش محتاج اي حاجة اكتر من انك تدخل على الانترنت على موقع معين الموقع بتاع الـ ArcGIS Online وتعمل اكاونت زي بتعمل اكاونت على الجيميل وتقدر تستعمل امكانيات بتاعة الـ ArcGIS Online وخلاص ببساطة مش محتاج اكتر من كده فالـ ArcGIS Online هو بيتبع موضل اللي هو الـ SaaS ده طيب الـ ArcGIS Online هنتكلم فيه شوية وبعدين ممكن نشوف Live الـ ArcGIS Online ده عبارة عن ايه لما احنا هندخل برضو نشوفه Online Live بس مبدئيا كده الـ ArcGIS Online هو بيبقى بلاتفورم بيطيح مجموعة من الامكانيات منها مثلا ان في بعض الـ applications اللي موجودة الجهزة اللي هو الـ user بعد ما بيلوجن يقدر يستعملها ببساطة دول مجموعة منهم فيه لسه مجموعة كبيرة موجودين على الـ website ده بس لما لسه فيه لستة كبيرة يعني انا بس حاليا حابب ان انا استرس على بعضهم الحاجات الاساسية اللي هي common used وتقريبا محدش يقدر يستغن عنهم اول application فيهم اللي هو الـ map viewer الـ user على الـ ArcGIS Online بيقدر ان هو يدخل يفتح application اسمه map viewer بيضيف فيه بيشتعمل فيه الخرايط اللي هو محتاجها الـ data بيشتغل بيضيف الـ data على الخريطة ويقدر يعمل يتحكم فيه السيمبولوجي والالوان ويقدر يعمل الـ data بتاعته وهكذا وبعد كده خلاص بيسيف الخريطة دي وتبقى موجودة عنده ويتحكم بيكونترول عليها على الخريطة بتاعته فيه بعد كده الـ option التاني اللي احنا بنتكلم فيه فكرة الـ application اسمه story maps story maps من الـ applications اللي هي يعني ممتعة بيقدمها الـ ArcGIS Online ده مثل انك تقدر تبني فيه تبني applications الـ applications دي تحتوي على ممكن سور فيديوهات text life maps خرايط كل ده بيبقى موجود مع بعضه بيبقى بشكل شيك وانيق كده بحيث تقدم محتوى بتاعك عايز تعبر عن يعني تقدم فكرة عن معينة في مجال معين فانت بتقدمها بشكل مميز وبشكل شيك وبشكل ريتش شوية كمحتوى عن الشكل التقليدي يعني في بعد كده الـ dashboards الـ users دي مهمة جدا يعني لو يعني اي حد صاحب اي جهة ما محتاجة تشتعى لأجهزة اونلاين سواب نكلم على شركات جهات حكومية جهات غير حكومية وطفر فهو بيبقى مهم قوي للمانيجمنت انه هو يشوف مؤشرات اداء يبقى يشوف خرايط ومعاها الـ indicators عشان توضح انا مثلا لو في الـ business انا حجم الـ transaction اللي بيتم قد ايه حجم المبيعات قد ايه حجم الشكاوي قد ايه وهكذا حسب نوع المجال اللي انا بشتغل فيه وهكذا. في كمان فكرة التعامل مع الـ Excel الـ Office الـ Excel دلوقتي الناس اللي بتحب تشتعلق على الـ Excel كتير فهي دلوقتي اكشولي فيه add-on موجود بيركب على الـ Excel بحيث انت ممكن تقدر تقاد خريطة بتاعتك جوه الـ Excel وبعدين لو الـ data اللي في الـ Excel عندك فيها لو حاجات ليه علاقة بالـ locations عينوين او coordinates او غالبا احتسيات اسهل حاجة فبالتالي تقدر تحول الجدول ده لنقطة على الخريطة وبالتالي تستعمل الخريطة من جوه الـ Excel. فيه كمان communicate مفيد جداً اللي هو بيكولكت اسمه كولكتور بيكولكت داتا من الفيلد. دلوقتي الناس اللي شغالين على الارجاس اونلاين ممكن انه هم ببساطة ينزل اه ابليكيشن ده من البلاي ستور او او الاي او اس ستور على الموبايل بتاعه ويكونكت على الاكاونت بتاعه على الكلاود ويقدر انه هو يجمع بيانات من الفيلد. وده مفيد جداً تخيل لو حضرتك لسه بتدخل في مجال الجاس جديد. وعايز ترفع اللوكيشنز بتاعتك اللي انت بتعمل معاها. لو مثلاً اماكن العملاء بتوعي. اماكن الفروع بتوعي. اماكن المحلات اللي بتوزعلي. اسهل حاجة انك تستعمل ابليكيشن زي ده. تقدر تجمع بي الداتا من الفيلد بتاعتك. تمام? الابليكيشن شفت فيك سؤال. الابليكيشن اسمه collector. فالابليكيشن ده موجودة على سواء نتكلم في الاندرويد او الايو اس متاح انك تنزله. وتقدر انك تكونكت بيها الاكاونت بتاعك وتجمع بيه الداتا. انت محتاج. فيه كان تاني شبيه ليه شوية تاني على الموبايل اسمه سيرفي وان تو سري. تمام? سيرفي وان تو سري ده بتدام وظيفته انك بتدام بتجمع بيه سيرفيز. معنى صح انك عايز تنزل وبقى فيه اسئلة معينة بتسألها. اه وعايز مثلا ساي انك حسب ايجابة السؤال معين بتسأل السؤال تاني وهكذا بقى فيه من الاسئلة كده. فممكن تبني الاسئلة ده. وعن طريقه يتحول لفورم على بسهولة ممكن تبني حتى في الاكسل وتحول لفورم على الابليكيشن وتنزل. تجمع الانسرز بين اللوكيشنز بتاعتها. وفي الاخر بتكليكتي داتا دي وتعملها اناليسيس. خلينا نوضح برضو. الداتا ما بتروحش يعني كل واحد ليه اكاونت بتاعه على الارك جيس انلاين بفيه كل الداتا بتاعته هو. الشركة اللي هي الاسري ملهاش دعوة بالداتا دي. تقريبا بالزبط بالزبط كده زي يعني نشبهها بالايميل. انت لك ايميل اكاونت بتخزن في الايميلات بتاعتك. جوجل ملهاش دعوة ما بتخشش جوه الاكاونت بتاعك تشوف الداتا بتاعتك. او ما فيش ما فيش حد بيشوف الايميل اكاونت بتاع واحد تاني. كل واحد ليه الاكاونت بتاعه بيسايف فيه داتا بتاعته. الداتا بتبقى مستورد على الكلاود بس كل واحد ليه الاريا بتاعته اللي بتبقى فيها الخزن فيها الداتا بتاعته. تمام؟ في حاجة تانية مفيدة جدا لما بتدخل على الارجيس اونلاين فيه كونتنت موجود. تمام؟ الكونتينت اللي موجود ده بيبقى مثلا فيه سواء ازري نفسها الشركة نفسها بتاعة البلادفورم حتى بعض الكونتينت زي مثلا موديموغرافيك ديتا هي حطاها مثلا لبعض الدول وهكذا. فيك او كنتينت حطه اخرين وحطينه وشيرد مع الاخرين. بمعنى سي مسلا انت ممكن وانت على الارجيس اونلاين تجمع محتوى وانت تكرر ان المحتوى ده تشاركه مع اي حد مع اخرين. فبالتالي ممكن الناس التانية اللي بتستعمل الارجيس اونلاين تستعمل المحتوى بتاعك اللي انت شايرته معاه. ودي ميزة بقى تانية انك تقدر بسهولة تلاقي ديتا تشتغل بيها. ودي خلينا نقول برضو نوضح ان ده ميزة لحد لسه بيتعلم مثلا الارجيس اونلاين. حد مثلا طلبة مثلا او حد لسه بيعايز يجربه وعايز يجيب ديتا. فاسهل حاجة انه هو ممكن هيلاقي ديتا نفسها موجودة على البلادفورم. ممكن يستعملها ويبدأ بيها. فيه انا شايف فيه سؤال عن الفرق بين الكوليكتور والسيرفي وان تو سري. الكوليكتور وظيفته الاساسية هم الاتنين يجمعوا ديتا. بس الكوليكتور وظيفته الاساسية انه يكوليكت داتا من الفيلد بمعنى انك عايز تنزل تكوليكت الموقع مثلا لو بنتكلم في حاجات في المجال التليكم مثلا عايز انزل اجمع اماكن الكباين. اماكن مثلا الاكشاك التليفونات وهكذا. بجمع اللوكيشن بتاعهم بالبيانات اللي هي موجودة عليهم. محتاجها منه. التاني استطلاعات زي استطلاعات الرأي مثلا. بتنزل. انت بتبني اسئلة بتبني اسئلة معينة. فبالتالي بتشوف مكان الاجابات وبتسجل المكان اللي خدت منه الاجابة. الاثنين بيكمعوا ديتا والاثنين فيهم بعض الاحيان هو بتستعمل الاثنين. يعني يبقى الاثنين متاحين يعني. طيب. خلينا ندخل شوية نتكلم على الاكاونت قبل ما ندخل لايف قبل ما نشوف البلاتفورم نفسه. الاركجاس اونلاين. لما بتدخل تعمل اكاونت عليه فيه نوعين من الاكاونت بشكل عام. فيه اكاونت. حاجة اسمها بابليك اكاونت. وده فري اكاونت. بس هو شوية. ما فيهوش امكانيات كتير الابليكيشن كتير اللي شفناها دي ما فيش منها غير بس انك تستعمل وتستعمل ما فيور اللي هما شفناهم فوق هنا كده دول. دي نطلع فوق. دي ستوري مابس دي تقدر تستعملها. وكمان الماب فيور دي تقدر تستعملها بامكانيات الماب فيور بامكانيات اقل شوية. فهو بس متاح ابليكيشن موجود متاح ليك. ومتاح يعني فور فري. الابشن التاني انك لا تعمل اكاونت نسميه ارجانيزيشن اكاونت. يعني اكاونت بفلوس. ده بيطل. الامكانيات الابليكيشن اللي هي موجودة عندك. يعني تستعملها كلها. وفي يبقى فيه ما عندك يبقى فيه ساعتها مجموعة من اليوزرز ممكن يستعملوا الاكاونت بتاعك. انت ممكن يكون اليوزر حاجة اسمها كرياتور. ده اهم واحد اللي هيقدر يستعمل كل الحاجات دي. ممكن تشتري يوزر اكاونت اقل شوية. انه هو مسلا فيلد ووركر اللي هو يشتغل بس على الموبايل ابيليكيشنز. في حاجات اقل. يعني مش محتاجين يدخل في التفاصيل بتاع كل واحد. بس باي ديفولت لازم يكون عندك على الاقل واحد يكون كرياتور. في حاجة تانية جي اس بروفيشنال. ده بيزيد عليه كمان انه بيستعمل الديسكتوب ابليكيشن بالاضافة الكلاود. فالديفولت انه على الاقل بتبدأ بواحد كرياتور على الاقل. وممكن بعد كده تزود يوزرز زي ما انت عايز بعد كده من اي نوع. خلينا بعد كده الخطوة الجاية ان احنا خلينا نشوف الارك جي اس نفسه لايف. نشوف ايه حكايته بيشتغل ازاي. طيب. شايفين الشاشة دي اعتاكن ان شاء الله. طيب. اه دلوقتي حاليا لو انا عايز اشتغل على الارك جي اس اونلاين. اول خطوة اعملها اعمل ايه ببساطة? اروح بسهولة كده. اروح الداخل على الارك جي اس دوت كوم. هو ده الاكاونت بتاعنا ارك جي اس دوت كوم. ده كده بلادفورم بتاع الارك جي اس اونلاين. ببساطة جدا. اللي عايز تعمله زي ما بتدخل لك تعمل على الايميل بتاعك. انت عايز تعمل اكاونت. اوكي. فبالتالي بياما ليك اكاونت او انك تكريت اكاونت. لو عملت تستعلي كريت اكاونت. هيديك اوبشنس بقى. انك عايز تجو اون فور فري اترايل اكاونت اللي انا بقلتلكوا عليه. ده ترايل اكاونت. دي حاجة تانية. خلينا نقول الاول عندنا بابليك اكاونت وفيه بورشيس اللي هو اوورجانيزيشن اكاونت. في حاجة اسمها ترايل اكاونت ودي موارده مفيدة. لو حد لسه بيتعلم او بيجرب. فهو انت ممكن تعمل اكاونت لمدة واحد وعشرين يوم. تجرب فيه كل البلادفورم بكل الابليكيشنز اللي موجود فيها زي ما انت عايز لمدة واحد وعشرين يوم. طيب. طيب بعد كده ندخل على الاكاونت بتاعي. انا عامل اكاونت لانا داخل بستعملوا دلوقتي لحضراتكم ده اترايل اكاونت لمدة واحد وعشرين يوم. بس هو نفس كده فول اوبشنز بتاعي بلادفورم. انا دخلت على الاكاونت دلوقتي على اول حاجة بدخل عليها. حاجة اسمها دلوقتي شوية شوية تابسي كده. ده بتقولي دلوقتي شوية حاجات عن يعني شوية انفرميشن ليا كادميستريتور يعني من ضمنها فكرة اليوزر اللي موجودين حاليا في يوزر واحد موجود. لكن ممكن بعد كده نزود يوزر. زود اكتر من يوزر بعد كده. بحيث تخيل انا دلوقتي لو شركة ممكن يكون عندي اكتر من واحد شغال على البلادفورم في نفس الوقت. فممكن يكون عندنا كزا يوزر وكلهم كل واحد ليه اليوزر نيم والباسورد اللي بيخشوا على يعني على على الاكاونت بتاعي ده. وكل واحد يبقى ليه صلاحيات بعد كده ويشوف ونتحكم في مين يشوف ايه بعد كده. في غير الورجانيزيشن في الكونتينت. هنرجع له بعدين يعني شوية بس عندنا فيه حاجة اسمها جروبس. جروبس هنا الببساطة انك تقدر تكاريت اليوزر اللي موجودين بتوعك تكاريت لهم حاجة اسمها جروبس. بمعنى اصح لو انا شركة كبيرة وعندي عشرين انا شاري دافع فلوس لعشرين يوزرز موجودين عندي. فالعشرين يوزرز انا ممكن اقسمهم لجروبس. جروب مسلا للمبيعات. جروب اه ناس التكنيكل. جروب للماركتينج وهكذا. كل جروب له وظيفة معينة. وبالتالي كل جروب من دول ممكن يبقى له محتوى خرايط خاصة بيه واللي هم خاصة بيهم بيشتغلوا عليها. مش محتاج ان هو يعني كل يعني مش شرط كلهم زي بعض يعني. فدي سهولة انك هنا بتكاريت جروبس وبتقدت لها يوزرز بحيث يبقى عندك كل مجموعة من اليوزرز عندك لهم اختصاص معين. في هنا ببساطة في هنا ماب وسين ده تقدر ببساطة سريع انك تبص على الخريطة. باختصار يعني. هنا بيفتح لك اوتوماتيك ده الابليكيشن اسمه ماب فيور. ده هنا بتبص على الخريطة كده فاضية ما فيهاش حاجة. اول ما بتدخل هتلاقي بس اعراض لك هنا خريطة يعني موجودة للعالم. اوكي? في الخلفية انت ممكن تغيرها في عندك مجموعة من الخلفيات اللي موجودة انت ممكن تختار بينهم. ممكن عايز تشوف صورة امر صناعي مسلا شغال. عايز يعني مش وحشة على فكرة. يعني لو ما بنعمل zoom in في مناطق معينة كده. هتلاقي انها بزلوشن كويسة. بتقدر تشوف فيها الشوارع والمباني بشكل كويس. هنقلب تخليها من غير الاسم. فبزلوشن بتاعتها يعني كويسة في اماكن كتيرة. ممكن تروح جايب مسلا قبل ستريت ماب. في ناس كتير بتحب تسعمل مع قبل ستريت ماب داتا موجودة وريدش داتا وافيليبل. فانت ممكن تجيب الخلفية دي. ده موجود. كده احنا ما عاملاش حاجة. دي كده خلفيات بس انت لسه ما اشتغلتش في اي حاجة يعني. اللي نرجع تاني. نشوف نفتح تابس تاني. احنا في بعد كده احنا شفنا ماب. فيه سين. سين ده انت بتفتح بقى خريطة ثري دي. البعض اللي يحب يشتغل على ثري دي ويضيف داتا ويشوفها بارتفاعات وثري دي. فهو هنا بيشوفها في ما بيفتح حاجة اسمها سين. ويشتغل على الداتا بتاعته ثري دي. احنا مش مش كلا مش محتاجين نشتغل مش هنشتغل على السين على السين. في بعد كده الهوم. الهوم بيج. الهوم بيج دي واجهة بتاعت البلاتفورم بتاعك بتاعت الاكاونت بتاعك. اه انت ممكن تعمل لها زي ما انت عايز. تزبط الشكل بتاعها الصورة اللي في الخلفية. تزبط ممكن تحط للحاجات اللي انت عايز اه تستعملها مسلا. يعني فانشوف احنا ممكن نلعب شكده شوية كده. ونحط مسلا حاجات زي الحاجات اللي انا عايزها تبقى موجودة شرط دي فيها. اه بس خلينا شوف احنا بنلعب شوية كده. فيش مشكلة. اوكي. في الاخر احنا من الاخر ممكن اللي بنعمله ده كل الحكاية بس بزبط الانترفيس الوجهة بتاعتي يعني. خلينا بقى نروح الكونتينت ده المهم بقى. دلوقتي حضرتك اه دخلت عايز تستعمل جائس. عايز تعمل جائس معناها كالقاتي. انك عايز يبقى عندك ديتا تفتحها وتعمل انالسز عليها. تستعملها. تستخدمها. انت ممكن تكون ستودينت. عايز تعمل مؤين. وعايز تعمل انالسز على ديتا. عايز ممكن تكون حضرتك في مجال البيزنس. وعايز تعمل انالسز برضو على ديتا بتاعتك. وهكذا فيه ممكن تكون حسب المجال بتاعك. فهنا في الكونتينت هنا ده بيبقى المحتوى بتاعك. ده هنا بيبقى فيه عندك الخرايط بتاعتك بتكون موجودة هنا. بيكون الابليكيشنز اللي هتبقى موجودة هنا. الخرايط المابس بتاعتك الديتا كلها موجودة هنا. احنا بقى هنشوف سيناريو سريع كده. ان احنا نبني من اول عندنا ديتا. نعمل بيها خريطة ونطلع بيها بسرعة كده. وبعدين هنشوف امثلة ليه شوية تانية جاهزة. طيب. دلوقتي زي ما ذكرنا ابسط مثال. انا عايز ابدأ ومعنديش ديتا. ده ممكن يكون عند البعض دلوقتي. انا ما عنديش ديتا. انا لسه في مجال الجائس جديد ومعنديش خرايط. ازاي ابدأ? ازاي يجيب خرايط منين? في عندك كزا طريقة. اه هو في انا شايف في بعض الاسئلة عن دقة الامار الصناعية وهكزا هي دي مش يعني ما بتبقاش حاجة ثابتة. اه في مكان كل مكان والتاني. يعني هي بتبقى يعني هي بتغطي العالم تكله. فكل مكان وبقاليه ظروفه حسب الديتا مصدر الديتا اللي ازاي جابتها وغطت بيها المكان ده. انا وضح ان هي ازاي مش اللي بتصور. ازاي بتجيب الصور مثلا وهي اللي بتحطها في المكان ممكن مصادر معينة وبتجيب الصور وبتعرضها عندها على البلادفورم بتاعها. فهي ممكن كل صورة كل منطقة جايبها لها صورة بميتة بتفاصيل معينة يعني. طيب نرجع تاني لما رجوعنا انا عايز اشتغل على البلادفورم بتاعي. وفي نفس الوقت انا ما عنديش ديتا. فهي الاوبشنز اللي عندي. اوبشن اولاني انك ببساطة ممكن تجمع ديتا بالكوليكتور. لو احنا شفنا في موبايل ازاي ما ذكرنا في موبايل ابليكيشن ممكن تستعمله وممكن تجمع بيه ديتا لنفسك. ده اوبشن بس ممكن يكون صعب شوية معناها تنزل الفيلد وتجمع ديتا وكزا. طيب الاوبشن تاني انك وارد تجيب ديتا من حد من مصدر ما ديتا تنمات تجيبها وتتبيها. بداش الاوبشن ده. اوبشن تالت انك ممكن تبني ديتا ببساطة عن طريق حاجة اسمها CSV فايل. ده ببساطة كأنك جبت اكسل شيت تخيل انك جبت اكسل شيت وحطت فيه اسامي الاماكن اللي انت عايز تستعملها واحداثياتها ان شاء الله تكون جبتاها من جوجل الاحداثيات دي والتبر جبتاها منين يعني. فمجرد ان انت عندك الايتمز بتاعتك الحاجة موجود ده باساميها وبالاحداثيات ده كافي انك ده ممكن الاكسل شيت ده تعمله وسيف اس CSV فايل. وده ال هنا من على طول هنا انت ممكن تقاده على من هنا على الخريطة على فكرة. في داتا من ما تقدر تقاد داتا من هنا فانت ممكن تقاده من عندك هنا. ويتحول الايتمز دي تحول لنقط عندك على الخريطة. فيه اوبشن تاني زي ما ذكرنا برضو في النص كده انك تستعمل ديتا من اخرين. يعني ناس غيرك حطوا بعض الديتا لو انت خصوصا لو انت عايز تجرب لسه بتتعلم وبتجرب. فابسط طريقة انك تسيرش في في البلاتفورم. تيجي هنا تعمل كده ببساطة. حركة عايز على ايه? انا مسلا وانا بشتغل عشان بجرب بس كنت بجهز الديمو ده. عملت سيرش على بساطة كده. عملت سيرش على ستورز. بساطة كده. عملت سيرش على ستورز. اشوف اي داتا حد حاطة ديتا عن ستورز. انا هسيرش بس هسيرش هنا. هقفل دي عشان يسيرش في كل المحتوى. كل محتوى بتاعي بس. فجاب لي هنا شوية ديتا. انا عايز برضو ممكن افلتر بتاعي. انا عايز عايز ديتا. اوكي? افلتر بتاعي. زي ما احنا شايفين هنا. دي ديتا. ناس تانين حطوها ومتاحة. ان حدي تاني يطلع عليها ويممكن يستعمالها. وفي بعض الاحيان اممكن دي عملها دا ونلود وهكزا. فلو سي مسلا انا عايز دي خلاص هدوس عليها كده. انا هدوس عليها وهديني اوش ان انا افتحها على الخريطة. اوكي? فهيضفها لي عندي على الخريطة وانا هقدر اشتغل بيها. ببساطة كده. وده زي ما زكرت لو حد لسه يعني بيبدأ وبيتعلم. فده ابسط اا يعني ابسط سيناريو انك تبدأ به. تتسيرش على ديتا موجودة حد تاني مشايرها من على الارجيس ان لاين. وتشتغل. ادات الخريط جات لنقطة دي. دي اماكن اللي موجودة. وكل نقطة موجودة فيها شوية بيانات. ده السيناريو اللي انا اشتغلته فعليا. ده اللي انا عملته. هنأوريكم الخريطة اللي انا عملتها. نفتح الخريطة دي كده. انا عايز بس اوضح ان اللي انا بعملوه الديمو هو مش مش فيديو تعليم يعني الارجيس اونلاين. احنا مش هنعدي على كل اللي فيه. بس انا عايز امشي بقى كم بس في سيناريو. ان حد لسه بيبدأ. فبيجيب داتا. وبيضفها على خريطة. بيعمل بعض الاناليسز البسيط. بعد كده هنبني بمشي في السيناريو بس هو ده مش مش فيديو تعليمي متكامل يعني. فانا عندي هنا اللي عملته كالآتي دي الخريطة دي الداتة اللي انا جبتها. اونلاين. دي عبارة عن اللي موجودة في امريكا كلها. بعد كده انا ضيفت حبينا ضيف داتا تانية. هنا برضو انت حضرتك بعد ما ضيفت الخريطة دي وانت هنا في الخريطة. انا ممكن اضيف داتا تانية من هنا. على داتا تانية من هنا. فانا اللي عملته انا جبت دول. جبت النقط لستورز. انا كنت عايز الولايات. فروحت جايب هنا انا عملت في كل الارجيس اونلاين. وقلت عايز اعمل على الستيتس. الولايات الامريكية. فلاقيت هلاقي ان في ليرز موجودة. تظهر عندي الولايات الامريكية. اللييرز دي انا هضيفها. يعني ضمن السيرش رزلت اللي بتطلع هنا هتطلع المحفوظ الاستيتس. اوكي. لما تطلع اللير اللي انت هحرك محتاجها هتقدر دوس هنا. فتظهر لك على الخريطة. مش مهم استنيها. المهم الفكرة يعني دي الفكرة وسط لحضراتكم. فانا جبت هنا دي لير بتاعتي اللي انا جبتها في الاول بتاعت الاستورز. وبعد كده جبت الاستيتس بتاعت لا مش دي. جبت الاستيتس بتاعت امريكا. بقت عندي هنا خريطة دلوقتي فيها اماكن المحلات واماكن دي الولايات كلها. وجبت كمان الكاونتز في منطق دي الكاونتز بتاعت امريكا اللي هي بتبقى كل ولاية بتبقى متقسمها المجموعة من الكاونتز في دي الكاونتز بتاعتي. طيب. انا ممكن اعمل اي دلوقتي في الخريطة? ممكن اعمل كزا حاجة. دلوقتي خلينا نشوف مثلا ان بتاعتي انا هقفل اللير دي. دلوقتي عايز ارعب على اول حاجة عايز اعملها انا عايز ازبط شكل القريطة والالوان والسيمبولز بتاعتي. فانا ببساطة كده ممكن هتلاقي هنا ممكن اجي هنا في اللير بتاعتي وغير السيمبول بتاعي. واختار سيمبول معين اشتغل بي. انا عايز السيمبول عايز السيمبول دي تبان بشكل عامل ازاي. فانا ناقي الشكل انا عايز ادان بيه فيه عندي شوية هنا فيها مجموعة من الاشكال. ناقي اي حاجة. اوكي. لقي مسلا الشكل ده. اوكي. حاجة زي كده. تطلع عندي مسلا السيمبول ده. او لا انا عممكن اعايز حاجة تانية. انا عايز اصنف الحاجة بتاعتي. انا عايز المحلات دي اصنفها مسلا على حسب حجم المبيعات. بحيث يباني المحلات اللي فيها حجم مبيعات عالية. ولمحلات اللي فيها حجم مبيعات اقل. مسلا. فهاجي هنا بيقول لي انا ممكن اختار الenda كل ايتم هنا قدامنا بيبقى فيش مجموعة من الديتا عندي. فانا عايز بختار هنا انا عايز انهي فيلد اللي عايز استعمله. وهكذا بناء عليه يطلع لي عندي اريكم مسلا حاجات زي كده. اوكي? نطلع بره شوية عشان الصورة تباين شوية تباين الاوضح. اوكي? اللي نفتح نجيب هنا فبيبان لك عندك على الخريطة. ادي كده حسب بقت فيه عندك اماكن فيها باين الدايرة كبيرة قوي مبيعات عالية واماكن الدايرة اقل مبيعات اقل وهكذا. ده مثال. طب انا ممكن اصنفهم على حسب حاجة تانية. زي ما احنا شايفين. عملت حاجة اسمها هنا سريعا. انا قلت عايز اعملهم حاجة اسمها. انا عايز اشوف الكسافة بتاعتهم. كسافة المحلات بتاعتي موجودة فين? اوكي? فبقى نطلع لي حاجة زي كده. دي كسافة المحلات بتاعتي. طب ممكن اشوف حاجة تاني. لا انا مش مهم ما يهمنيش كسافة المحلات. انا هي من الفلوس. الفلوس كسافتها فين? فممكن مناطق يكون فيها محلات اقل بس تجيه فلوس اعلى. فانا ممكن اعمل كده. اطلع اتحكي ما انا عايز هنا. بس على حسب حجم المبيعات. فاطلع لي حاجة زي كده. معناها ان الفلوس بتجيلي اكتر من الاماكن دي. منطقة دي. والمنطقة دي بس دي اكتر شوية. اللي بتجيلي منها فلوس. وهكذا. في بعد كده خلينا نشوف احنا ممكن نعمل ايه? اناليسس. بعد الاناليسس اللي ممكن نعمله. خلينا نركز على المنطقة دي. انا عندي في المنطقة دي في لير اسمها مثلا هنا. طيب دي اللي موجودة عندي في المنطقة دي. اه طيب انا يعني انا دلوقتي عايز اطلع تقرير او انا عايز اطلع للمانجمينت دلوقتي. المانجمينت ممكن ما يهموش انا كل محل بعد ايه? انا يهمني في بتاعتي هنا. لما اقف على الكاونتز دي. الكاونتز بتاعتي عايز لما اقف عليها اشوف كل كاونتز ده مثلا انا حجم من بابعات بتاعتي ايه? مثلا حاجة زي كده. بتاعتي عايزة على مستوى الكاونتز مش عايزة على مستوى المحلات. اوكي? فبالتالي عايزة اعمل ده ازاي? فيه نوع من الاناليسس ممكن اعمله بقى. خلينا نشوف الاناليسس. نروح لير الاناليسس بتاعتي. في عندك هنا اناليسس. مجموعة من الاناليسس تولز اللي موجودة اللي ممكن تستعملها. كل حاجة من دول بتقدم يعني يعني لها فايدة معينة. في حسب اللي انا لسه قاعد دلوقتي احنا هنعمل حاجة اسمها اجريجيشن. اجريجيت بوينتز معناها ان انا عايز الدياتا اللي موجودة على البوينتز اطلعها اطلع الساماريز بتاعها على مستوى البوليجون وهكذا. فانا هقدر اجي دلوقتي اجي على بتاعتي. اعمل لها اعمل لها اناليسس. واولا انا عايز اعمل كده اجريجيت البوينتز دي. واولا انا عايز اجريجيت الستوري ستورز بتاعتي على مستوى الكاونتز. على مستوى الكاونتز وهكذا. ممكن اكمل شوية الاوبشنز دي لو انا عايز. وفي الاخر بالاخر هيطلع لي ممكن حاجة زي كده. انا انا مجهز الريزلت قبل كده. هنا. طلع لي حاجة زي كده. دي بتاعتي ومصنفة على حسب اجمالي عدد المحلات اللي موجودة في كل واحدة. في كل هنا موجودة هتلاقي هنا جاب لك فيه داتا كانت موجودة كتير زود لك عليها شوية داتا من الموجودة في النقط. وبالتالي انت عندك تقدر تصنف دلوقتي او تتفرج على الديتا على مستوى اللير الفؤانية اللي هي اللي هي الكاونتز مش على مستوى كل نقطة على حد. ده مثال. طيب بالتالي اللي احنا شفناه هنا. اه كالقاتي ان احنا عندنا لغاية دلوقتي احنا عملنا ايه? احنا جبنا ديتا. اتصرفنا جبناها موجودة من المحتوى اللي موجود قريدي متاح على الارج جيس اونلاين. جبنا ديتا. اتصرفنا يعني لعبنا في الشكل بتاعها شوية. غيرنا السيمبل غيرنا الالوان كده. اه بعد كده احنا عملنا شوية اناليسز. اتفرجنا على الاناليسز. عملنا شوية تحليلات مكانية بسيطة. فيه بعد كده بعض الحاجات السريعة الليك ممكن تستعملها تجربها بعد كده تجرب تعمل ما يجيب لك الروت من من وإلى وهكزا. تستعمل ممكن دي حاجات لو حد حاب يجرب بعد كده يجربها. ممكن نغير في اي وقت زي ما ذكرنا. انا عايز الخلفاء اللي بتاعتي اه ايه? اي حاجة من دول. ممكن اشوف حاجة سريعا برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها انك نحط نحط اسامي. انا ممكن هنا اعمل حاجة اسمها انا عايز كل منطقة اسمها يبان عليها. واسمها يبان بشكل معين بفونط معين بلون معين وهكزا. ممكن اتحكم في الحاجات دي. يبان. فيه كتيرة احنا مش هندخل في كل التفاصيل دي. بس ببساطة احنا حاليا في في و اللي عملناه ان احنا يعني عملنا شوية فرجنا عليه على شوية شغل وشوية شغل في وهكزا. طيب خلينا نشوف بعد كده اه نقدر نعمل ايه? نقدر نعمل نطلع بابليكيشنز. طيب انا دلوقتي الخريطة بتاعتي دي بعد ما زبطت الماب وزبطت الالوان والسيمبولوجي والشوية شوية لان الناس يسر ما يحتاجوا. انا ممكن اعرض عايز اعرض الحاجات دي على يوزر تاني. واليوزر التاني مش محتاج ادخله في التفاصيل دي كلها. يعني هنا ممكن اللي انا شايفه قدام ده المطبخ. انا هنا بغير الالوان وبغير السيمبولوجي وبعمل الاناليس بعمل حاجات كتير. لكن انا في الاخر وعد ان انا عايز اه اوري الريزلت بتاعي شغلي دي لحد المانجر مسلا بتاعي للمدير او ادارة تانية في الشغل بتاعي والا ادارة التانية لا هما مجرد يعني مش هيدخله في كل التفاصيل ده هو عايز شوف الديتا ببساطة يتفرج عليها بس. فعشان كده احنا بنعمل حاجة اسمها أبليكيشن بنبني أبليكيشن الميزة هنا ان انا ببني اقدر ابني ويب مجموعة من الأبليكيشن ومن غير برو جراميج انا مش محتاج اعمل برو جراميج في الموضوع في سؤال هنا شايفو عن الكريدت هبقى اجاوب على الكريدت بعدين هبقى هرجع على الموضوع الكريدت ده بعد كده طيب انا مش محتاج يعني اليوزر بتاعي يحرف كل التفاصيل دي فاحنا هبني أبليكيشن ببساطة كده هعمل شير هنلاقي في الشير هنا فيه اوبشن نسمه كريدت ويب أبليكيشن خلينا برضو نشوف في الشير فيه هنا فوق فيه اوبشنز عندي هنا الخريطة اللي انت عملتها دي انت ممكن تشعرها بكذا اسلوب ممكن تشعرها على مستوى افري وان بابليك بابليك ده يعني معناها اي حد على الانترنت على الارج اس اونلاين ممكن يسيرش عليها ويتفرج عليها ده مفيد احيانا يكون مفيد لو حضرك بتعمل حاجة فعين للبابليك سي مثلا انك انا صاحب بيزنس وعايز اعرض اماكن المحلات بتاعتي للبابليك يكون شايفها فطبيعي انك تستعمل حاجة زي كده انك عايز تعرض الخريطة بتاعتك دي للبابليك فيه اوبشن تاني انا ده اسم الارجانزيشن بتاعتي انا عايز ده في الارجانزيشن بس يعني احنا بس كزوملة كل احنا كزوملة كلنا في قلب الارجانزيشن نقدر كلنا يشوفوا الخريطة بتاعتي دي او ان انا اشير ده مع جروب معين يعني سي دي بارتمنت معين جوه الشركة معمول في جروب فجروب بس هو يقدر يشير معا الخريطة دي فبتحكم مين يقدر يشوف الخريطة بتاعتي نجد بعد كده للمهم انا عايز اعمل هنا ويب ابليكيشن لما دوس على ويب ابليكيشن سيلاقي ان عندي مجموعة من الاختيارات في اختيار عندي ان انا هبني ابليكيشن بحاجة اسمها كونفيجرد ابليكيشن حاجة زي كده تيمبلت موجودة عندنا بانواع مختلفة وكل تيمبلت ليها شكل معين ان هو يعني لها فورمات وستايل معين بحيس انا عايز الداتا بتاعتي تظهر ايش زي وليها استخدام معين ولطيف ان حضراتكم تجربوا فيهم لو حد يحب يجرب في بعد كده داشبورد ان انا ابني داشبورد وهنشوف المثال ده كمان شوية في اوبشن تارت اسمه حاجة اسمها هو ابقاب بلدر ان انا ابني ابليكيشن بتاعي ببقى ببدأ وبزود بلعب فيها بابني ابليكيشن شوية ويدجتز جاهزة خلينا نشوف الاجزامبل ده ببساطة عامل ازاي خلينا سمي الابليكيشن بتاعي سميه استورز الابليكيشن وهيتسايف عندي في المحتوى في نفس المكان ده وقل له سيف اوكي اللي هيحصل دلوقتي ان هو هيوديني على حاجة اسمها ابليكيشن بيلدر ده هنا عبارة عن حاجة زي يعني طول او يعني اتس تول عشان تخليني ابني انا ابليكيشن وطلعها الاخرين مش محتاج يبقى فيه برو جراميج موجود حضرتك هتلاقي عندك ان الموضوع عبارة عن شوية ويدجتز انت بتمنج الويدجتز وبتعمله شوية تصبيطات بسيطة كده علشان تشوف الحاجة الابليكيشن يطلع عامل ازاي فيه بالمرة لغاية مداهي لود ممكن كنت عايز اواريكو سامبل ليه ابليكيشن تانية زي دي احنا شوفنا كان فيه اوبشن اولان اللي هو انت تقدر تعمل بيه ابليكيشن زي ما ذكرنا في تيمبلتز مختلفة ده احد التيمبلتز مثلا احنا حطين في التيمبلتز هنا هتلاقي هنا احنا حطين صور وكلام وخرايط والخرايط دي خرايط لايف اوكي ويعني شغالة معاك وحطين بعد كده كلام عادي ومكملين فالcontent بتاعك انت بتحطه هنا بتبنيه زي ما انت عايز it's configured من غير programming بس في الاخر انت وصلت الفكرة بتاعتك وبطريقة ريتش شوية وشيك شوية انت قدمت المعلومة بتاعتك يعني فلو انت عايز فكرة وعايز تقدمها للناس او تقدمها للمانجمنت او تقدمها يعني تعرضها على اخرين ففكرة التيمبلتز دي فدي ممكن بنسميها story maps التيمبلتز دي فدي من الحاجات الممتازة جدا انك تعرض بيها الداتا بتاعتك ومفتوحة بقى الابداع كل واحد يقدر يبدع في يعني في عرض الحاجات بتاعته بالcontent هي طول يعني طيعة معاك تقدر تعمل بتاعت بيها اللي انت عايدة الابليكيشن بلدر بقى نرجع هنا الابليكيشن بلدر فهنا هتلاقي معك معكم الاختيارات اللي عندك شكل عام السيم اللي عايز تشتغل فيه دي شوية اختيارات بسيطة كده انا عايز الشكل العام يكون عامل ازاي انا عايز اسم الابليكيشن يكتب عامل ازاي هنا ام يعني كل شوية اختيارات هيندخل على المهم انا عايز مسلا خلي اليوزر دا يعمل ايه فتلاقي حاجة اسمها عندك هنا اماكن فاضية هنا ممكن تحط هنا ويجيتس من ساميحنا ويجيتس دي عبارة عن الحاجات اليوزر اعايز يعملها فانت تيجي تعمل هنا كده هتلاقي انك تقدر 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 كتير قوي هنا هتلاقي هنا مجموعة هتلاد هنا مجموعة من الامكانيات الويدجيتس اللي انت تقدر تضيفها في الابليكيشن بتاعك وتخلي اليوزر اعمل دي ودي وانا عايز اليوزر مسلا يعمل كويري يعمل سيرش كده اوكي لو قلت اليوزر انا عايز ادي اليوزر ان هو يقدر يعمل سيرش على على محلات مسلا فهو هتقول له هنا ادي الكويري فانت هتقدر تقول له انا عايز على على ايه على الستورز ماشي ادي عايز على الستورز وزرد بسيطة عايز يسيرش ازاي تحط هنا الكويري اللي عايز يسيرش بيها مسلا انا عايز اسيرش عن طريق مسلا اسم المحل اوكي واليوزر هو يسيرش عليه وهكذا تمام كفاية كده بسيطة شكل بسيطة عايز ادي مسال بس فقط لغير عايز ازود حاجة تانية عايز اخلي يعمل مارك ويعمل جاري اوكي والحاجات دي تمام سيف الابليكيشن بتاعي ممكن اشوف شكله يكون عامل ازاي على الاجهزة المختلفة لانش كده خلينا افتح الابليكيشن نفسه هو هيفتحي الابليكيشن بقى اللي هو ايه بقى اليوزر التاني العادي ممكن الاخرين ممكن يشوفوه ازاي يعني هنا انا في نقدر تسميها ده اللي بشتغل فيه وده خلاص ده شكل الابليكيشن النهائي الابليكيشن لغاية برضو مايفتح الابليكيشن لانا لسه مكاريسه دلوقتي هو هيكون تسايف هنا في المحتوى بتاعي انا هرفريش المحتوى مفروض الاقي الابليكيشن بتاعي اللي انا لسه ضيفه دلوقتي موجود هنا فهتلاقي المحتوى بتاعك ده بيحتوي على الخرايط اللي حضرتك عملتها بيحتوي على الابليكيشن بيحتوي على الديتا بيحتوي المحتوى بتاعك اللي تشتغل فيه كله موجود هنا سهل قوي انك حضرتك هنا تمانيج المحتوى بتاعك في فولدرز لو عايز فتقدر تكاريت فولدر لو عندك محتوى كبير بقى فتقدر تكاريت فولدرز وتحط المحتوى بتاعك في قلب فولدرز وهكذا يعني نشوف الابليكيشنز ده المفروض الابليكيشن بتاعي انا حاليا شغال انا بنيت الابليكيشن ده بتاعي وشيرته الاخرين الاخرين هيفتح ويتفرج عليه على قد الامكانيات اللي انا بنتها وردتها له فاني ادوبك عدي بديت له امكانيات بسيطة ان هو يعني يعمل سيرش ويعمل بوك مارك وبيز ماب يعمل سيرش هيدوس على كويري هو عايز يعمل سيرش هيدطلع له فقط الحاجات السيرش لان لسه كريدت له ان هو يقدر ان هو يسيرش على محل باسمه مسلا نيم اس كزا يسيرش على المحل ويلاقيه وهكزا. اه سهلا فيه كتير قوي زي ما ذكرنا اه موجودة هنا فبالتالي انك تقدر يعني تزبط الشكل بتاعك ومحتوى امكانيات الابليكيشن بتاعتك زي ما انت عايز وتقدمها للاخرين يشوفوها يعني خلينا نشوف حاجة تانية نعمل الحاجة التانية الممتعة التانية اللي هي الداش بورد نقفل دخل خلاص مش محتاجين ده خلينا نشوف الداش بورد انا هرجع تاني للخريطة اللي انا عملتها اعمل شير تاني تلوت بس انا عايز اعمل شير الخريطة بتاعتي بس المرة دي بدل ما هعمل ولا هعمل انا عايز اعمل داش بورد اوكي داش بورد بقى لا انا عايز اعمل بقى حاجة للمانيجمنت بقى انا عايز المديرين بقى وطوب منيجمنت حتى يشوفوا مؤشرات اداء عن لو احنا نتكلم في الاجزامبل تاعنا ستورز يشوفوا مؤشرات اداء عن حجم المبيعات عاملة ازاي وهكذا فانا هعمل داش بورد هسميها اي اس ما سميها ستورز داش بورد لو حالكم ملاحظين انا كل اللي عملته ده انا شغال على عادي على الارج اس اون لاين على اس ويب ابليكيشن على الويب على البراوزر مفيش حاجة نزلتها عندي ما عنديش يعني كل اللي عملته ان انا دخلت عملت اكاونت زي ما بعمل ايميل وشغال بعمل كل اللي حضراتكم شايفينه ده ببساطة يعني فادي الداش بورد هسميتها بالمنظر ده هيدلعلي برضو على برضو حاجة زي بلدر برضو كده في الديزاين مود اكون فيجر بيها ابني بيها الداش بورد بتاعتي وازبط بقى انا عايز ايه مؤشرات الاداء اللي انا عايز اعرضها ووريها للاخرين خليل ننتهز الوقت برضو لغاية ما يكاريت الحاجات دي ماشي لغاية ما ياخد وقته اا كان في سؤال شفته كده على موضوع الكريدت لغاية ما يفتح موضوع داش بورد ده فكرة الكريدت وحضرتك شغالة اول ما بتعمل اكاونت احنا نتكلم على الاكاونت اللي هي دفعت فيها فلوس مش البابلك الفري دي فري خلاص لا الاكاونت اللي حرك دفعت فيها فلوس لما اول ما بتشترك بيبقى لك حاجة اسمها كريدت رصيد شابه بالزبط رصيد التليفون فانت لما بتشترك بيبقى لك عدد معين من الكريدت بتستهلك بأنشطة معينة تستهلك ازاي؟ لما انت كل ما بتعمل الاناليسز معين الاناليسز بيستهلك من الكريدت بتاعك لو انت مخزن داتا كتير قوي فالستوريج بياخد من الكريدت بتاعتك في تفاصيل عن الكريدت دي هتبقى ازر يحطها موجود في الارجس اونلاين لو حضرتك عملته سيرش هيجب لك الكريدت بالزبط ماشي ازاي؟ بس يعني بيبقى في فكرة الكريدت دي موجودة فبالتالي اه اللي شغال لو بيعمل يعني شغل كتير اوي اناليسز كتير اوي 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 كل يوم فده هيخد منه الكريدت طبعا لكن خلينا نقول الحركة العادية وانت بتعمل زوم ان زوم اوت دي وتعمل بان بتعمل ايدنتفاي لحاجة كل الحاجات دي لأ دي ما بتاخدش من الكريدت بتاعتك فالدسبيلية العادية ما بياخدش من الحاجة بتاعتك لكن هتلاقي الاناليسز تحديدا هياخد هو اللي ممكن ياخد من الكريدت مع الستورج برضو بياخد من الكريدت يعني اعتقد اهم تمنى تكون الصورة وصلت بس شوية طيب نيجي للداشبورد فتحنا الداشبورد ان هنا ده البلدر بتاعي اللي انا هقدر ابني بيد داشبورد انا الداشبورد بنسبالي فاضية دلوقتي مجرد خريطة انا بقى بيقول لي انا عايز اعمل ايه؟ هنا مجموعة الوجيتس اللي احنا عايزين يشوفها احنا زي ما شوفنا كده في البلدر سريع انا داشبورد فيه خريطة وفيه بارد شارت وفيه عددات وفيه حاجات كتير هيا دي حضرتك تقدر تضفها من هنا طيب خلينا ناخد مثال مثلا انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي مثلا اشوف مؤشرات عن احجام مبيعات بتاعتي عاملة ازاي؟ شوف وصلت لفهم فانا عايز هنا عايز على اللير بتاعتي اللي هي بتاعت الستورز دي فعندي فيلد معين انا عايز اعمل اجمالي ساميشن بتاع اجمالي المبيعات بتاعتي فين كان فيه لير اسمها سيلز هنا اوكي توتل ريتيل سيلز اوكي فانا عايز يجيب لي الساميشن بتاعت الحاجات دي فالساميشن الرقم ده طب هو انا ممكن يكون عندي تارجت يعني انا حققت واحد ونص تريليون دولار رقم ضخم اشاء الله انا حققت الرقم ده طب هو تارجت بتاعي المحلات بتاعتي قد ايه؟ لاحظة انتي عالامريكا كلها يعني سين لو فرضنا بمحلاتي انا بس يعني فهنقول مسلا ان تارجت بتاعي اه انا عايز رقم مسلا اتنين 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 تلاتة ارمعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حمسة اتناشر عاجة بالمنظر ده كده فانا التارجت بتاعي اتنين تريليون انا حققت واحد وصد تريليون مسلا وعايز اعرض ده بالمنظر ده ده كده خلاص اول عملتها في ممكن اتحاجات بسيطة بقى انا عايز اتحكم في الشكل والالوان والحاجات دي فانا يعني الحاجات دي ممكن العب فيها زي ما انا عايز ممكن يبان بالمنظر ده دي اشكال لطيفة كده وفيها ممكن العب في الالوان تبان كل حاجة من دول بلقون دي حاجات صريفة يعني ممكن احط طايتل هنا يعني يبقى الطايتل بتاعي اللي هو يبقى حاجة زي كده انا عايز اعمل كده وخلاص كده انا عملت اول ودجت عندي وسهل او ان انا اصغرها وكربرها وحركها من مكانها ممكن بعد كده اعمل زي ما انا عايز حاجات تانية بايت شارت وناخد مثلا كاتجوري فيلد وطبر اي حاجة دلوقتي ماشي يترو حاجة تقيلة شوية ممكن بشكل عام انا دا اللي بنعمله ان احنا ببساطة باجي يعني خلي او خلينا نجابها تاني مش مشكلة كتير عليه شوية ماشي ببساطة زي ما احنا شايفيني انا بعمل ودجتسا وبعد فيها لديتا حسب انا اعيز ايه المؤشرات الاداء اللي عايز اعرضها حاجات امبيعات عايز اعرض داتا عن الشكاوي عايز اعرض مؤشرات الاداء بتاعتي يعني العاملين ولا Blakever ولي بعملو ان انا باجي هنا باضيف الوديتس اللي انا عايز اضفها ديما شفنا كده و第تاس دة بتشوف الدياتات اللي عايز اشتغل بيها وبشوف شكل اللي انا عايز اعرض بي ايه وهكذا احنا دي الفكهة العامة خلينا نشوف حاجة جاهزة. انا مجهز لحضراتكم كده شوية داشبورد. فدي مسلا لداشبورد. وحاجة فيها مبيعات برضو. فاحنا شايفين هنا دي داشبورد فيها ادي السيلز والسيلز باي كاتيجوري. نوع الحاجة اللي اتبعت. اللي مع التايم. دي المواقع بتاعتي. الحاجات لو تلاحظين الداشبورد بتاعتي الحاجات اللي فيها ممكن تتربط ببعض. بمعنى انا ممكن ندوس على الحاجة دي. فيروح على معين محل معين. فيروح له. زوم عليه مسلا هكذا. كده. هتلاقي الحاجات دي على حسب المنطقة اللي انت شغال فيها وانت بتعمل زوم اوت زوم ان. بتختار حاجة معينة. فكل ده بيرفلكت معاك. ممكن تعمل عايز تفلتر لمنطقة معينة. هي دي اللي تشتغل بيها. فيفلتر عليها. وهكذا. اوكي. فبالتالي دي كده مساء لداشبورد. كل ده سهل انه حضراتكم تبنوه ببساطة. العايز يقدر يدخل يجرب بسهل ان هو يعمل السيناريو ده. تمام? طيب. اه في داشبورد دي سامبل تانية. شايفين هديت مو فيها كتير. اوكي. انت بتتتحرك على فبيجيب لك تفاصيله. عاملت ازاي. حاجة زي كده. طيب. ده كده انا حبيت سريعا كده. احنا من غير ما دخلناش في التفاصيل كتير. في طبعا في كل حاجة. بس انا حبيت سامشي مع حضراتكم السيناريو سريعا بصورة خيرا نلخص. احنا عملنا اي دلوقتي? انا من الاول جبتي ديتا. دخلت. انا من على من على الارجس اونلاين. حد غيري هو اللي ضيفها. واستعملتها وبنيت خريطة عليها. انا مسيكة الخريطة اللي عبت في السيمبولوجي والالوان والكلاسيكيشنز. وعملت وزبطت الخريطة بتاعت زي ما انا عايز. بعد كده روح تنكاريت عليها. شوفنا زي ممكن نكاريت عليها ونعرضه بشوية ونزبطها. شوفنا زي ممكن نبني داشبورد ونزبط الوجيز بتاعتها ونشوف المؤشرات الاداء وهكذا. بالتاهي انا كده مشيت في سيناريو معين. خلينا نشوف هو طيب الارجس اونلاين في ابليكيشنز تانية كتير. خلينا نشوف اه في ابليكيشنز تانية كتير. لو احنا بصينا هنا الارجس اونلاين فيه لير فيه هنا ده يو ار ايل ده موجود. هي 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 اعتقد هي الليكشن متسجلة فحركة وتقدر ترجعوله تاني بعد كده يعني. فالليكشن فيه هنا هتلاقي هنا في اليور ايل ده كل الابليكيشنز اللي موجودة بتاعت الارجس اونلاين. متقسمة هنا. خلينا هبدأ الاول الابليكيشنز بتاعة الاوفيس. ننزل كده. هتلاقي فيه مجموعة من الابليكيشنز الموجودة. فيه هنا الماب فيور ده اللي احنا لعبنا به في الاول. وزبطنا به الخريطة ولو قلناها واشتغلنا بيها. اه فيه سينو فيور ده لو حركة عايز تشتغل بسري دي بقى. الحاجات دي معناها انك فيه فلوس زيادة غير السبسكريبشن تدفع فلوس عشان تشتغل كمان بالديسكتوب فيه ابيليكيشنز تانية موجودة. اوكي. فيه حاجات مسلا في الارجس في باور بي اي. لو عندك باور بي اي بتاع مايكروسوفت فانت ممكن تكون نيكت الخرائب بتاعتك اللي موجودة على الارجس اونلاين فيه جوه باور بي اي. في ميكروفت اوفيس زي ما ذكرنا. ممكن جوه الاكسل تضيف خريطة جوه الاكسل. فيه مجموعة من الابليكيشنز كتيرة ممكن تشتغل بيها. بعد كده خلينا نروح في الفيلد. ابليكيشنز الفيلد. هتلاقي لست برضو ابليكيشنز ممكن تشتعمل في الفيلد. احنا مسلا انا كلمت حضرتكم على اتنين بس. اللي هو السيرفي واللي هو الكوليكتور ده. لكن فيه مجموعة ابليكيشنز تانية. انا احب اذكر حاجة مهمة تانية مفيدة. ده مهم جدا لشركات كتيرة. اللي هي حضرتك بيبقى عندك فريق عمل بنزل في الفيلد يجمع ديتا او يعمل صيانة تلكيبات مينتنانس وهكذا. فانت عايز تتابع وتمانج الفريد ده. الورك فورس هو بيسهدك انك تعمل كده. الورك فورس مقسوم شطين بيبقى فيه الابليكيشن على الفيلد في الاوفيس. بيبقى السوبرفايزور شايف متابع التسكات وعنده اللي موجودة ويقدر ياسين تسكات للناس اللي في الفيلد. الفيلد تيم بقى بيستعمل دي بحيس ان هو يستقبل التسك بتاعته على الخريطة وبعد وبعد كده بيشتغل على التسك بتاعته ويدي فيدباك لغاية ما التسك تخلص وهكذا. في بعد كده شفنا الابليكيشنز في بعض الابليكيشنز اللي موجودة فور انالسيز يعني من ضمنها يعني مش كلها انالسيز بس مسلا خلينا نشوف اشأة الستوري مابس زي ما ذكرنا دي دي اللي هي احد احلى الابليكيشنز اللي موجودة في الارك جي اس اونلاين اللي هي فكرة استوري مابس والميزة كمان ان حتى اللي عنده ممكن يستعمل استوري مابس ويطلع بيها يعني حاجات كويسة. فيه كمان نروح حاجة تانية كاتيجري البيلدرز اللي هي انك الحاجات التولز اللي موجودة انك تقدر تبني بيها ابليكيشنز جديد. انا وردت لحضراتكم واحد فيهم بس اللي هو الويب اب بيلدر اللي احنا بدينا بيه الابليكيشنز وحاطينا ويجلس وهكذا لكن فيه حاجات تانية. فدي كده مجموعة من الابليكيشنز اللي هي بيقدمها الارك جي اس اونلاين كل ده مش منحتاج هاردوير او حاجة. فيه حاجة تانية جدا حاجة تانية ممكن يكون انا عايز اديكم كمثال يعني ده بعض الستوري مابس دي دي انا اللي اعملها بفري اكاونت بتاعي يعني مش دافيها فيه فلوس انا اعمل فري اكاونت بتاع الارك جي اس اونلاين وانا حاطت فيه اعملت انا فيه ستوري مابس زي دي بتكلم فيها عن الوطفة اللي انا عايز احكيه اوكي يعني موجودة متاحة على الانترنت لو حد احب يعني يتفرج على الحاجات دي دي حضراتكم ممكن تعملوا ستوري مابس زي ما انتم عايزين من غير ستوري مابس مش محتاجة اكتر من اكون عندك البوبليك اكاونت او الفري اكاونت وهكذا لو حضرتك عايز تتدور على الحاجات شوف توصل الحاجات دي ازاي فحضرتك تيجي تقدر تيجي على الارجاس اونلاين هنا مسلا فوق وتعمل سيرش كده انا هنتلاقي عندك حاجة اسمها ليفينج زي هيستوري مسلا ده اتس ابليكيشن ده موجود لو حاجبت سيرش على الارجاس اونلاين عادي في كل الارجاس اونلاين كله وعايز سيرش على الابليكيشنس اوكي الويب ابليكيشنس هتلاقي في الابليكيشن بتاعي ما تظهر في موجود هنا التاني اسم الرويال ايجبت نفس الفكرة دي حاجات عمولة فقط لغير بالبابليك اكاونت ودي انا حاجات اللي انا يعني بحبها ان حتى ان كل الناس يعني حتى اللي هو لا مش محتاج يدفع يشتري فلوس يدفع فلوس على الارجاس اونلاين لا هو ممكن برضو يستفيد بالمابس اللي موجودة اولا هو ممكن يدخل يتفرج يعني يقدر يتفرج على يدخل يسيرش زي ما عملت سيرش انا دلوقتي ويتفرج على الابليكيشن الناس اخرين عملوها الحاجة التانية ان هو بنفسه يقدر يعمل بعض المحتوى البسيط ويطلعو على الانلاين ويشيرو مع الناس ويشيرو بقى على السوشيال ميديا او لا وتفر وبشكل شيك ومن غير ما يدفع فلوس يعني دي من الحاجات الموجودة عنده في بعد كده خلينا اعتقد نقدر نرجع للباوربوينت تاني نرجع للباوربوينت تاني طيب فيه اه خلينا نحكي عن حاجة لطيفة دي احنا شوفنا الكلاود اوكي احنا نتكلم دوقتي على مين يستعمل الكلاود مين ممكن يستعمل الارك جي اس اونلاين دلوقتي احنا شوفنا مثال مؤخرا بما ان احنا الكورونا الكوفيد ساعتاشر ده موجود حاليا معانا اول ما ظهر الكوفيد بدأت تظهر في داشبورد يمكن بعضكم او كتير من حضراتكم شافها دي انتشرت جدا وظهرت على الميديا وكانت موجودة بكسافة ناس كتير بتتبعها داشبورد ما عاملها جون 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 كوبكنز يونيفيرستي الداشبورد دي بتتابع كل يوم يوميا انتشار الحالات الكورونا في العالم كله عاملت ازاي ده مثال على استعمال الارك جي اس اونلاين دي داشبورد موجود على الكلاود بتشيري الداتا مع الناس طب الجهات نفسها اللي هي محتاجة ترسبوند بقى يعني هنشوفنا جهات كل الجهات سواء السجاد الصحية او السلطات التانية اللي موجودة في العالم اللي كانت محتاجة انها ترسبوند للبنديميك ده طب كانت اصرح حاجة عشان هي تشتغل عليها وانها تقدر تعمل اناليسي سريع وتاخد قرار كانت اصرح حاجة انها تستعمل كلاود يعني ما كانش فيه وقت احنا لسه بقى هنجيب اجهزة عندنا وسيرفرات وننستول سوفتوير ونبني سيستم ونبني نعمل أبليكيشن زي عندنا ما كانش فيه وقت فكان جهات كتير قوي في دول كتير قوي كان اصرح حاجة لها انها تلجأ ليه على طول ازري كانت مقدمة حاجة اسمها جاس هب يعني حاجة بتكونفيجرت ويتبني بسرعة على الكلاود وفي نو تايم بحيث انه هو كل احنا شايفينا اجزامبلس اوكرانيا سلوفينيا فرنسا ولو دخلتوا على جاس هب ده سيرش عليه هتلاقي ممكن امثلة تانية موجودة بقيت كل بلد تقدر انها بتتابع الحالة بتاعتها والاحوال بتاعتها عليه طيب هو اكشل ما كانش فقط لغير الغرض منه ان احنا نتابع بس الحالات يعني نتابع التطور الحالات على الخريطة ما كانش هو الهدف في حاجات تانية كانت مهمة احنا شايفينا بعض الامثلة لحاجات تمت في يعني في امبيكا وهكذا كان من ضمن الحاجات انه هما يشوفوا الامباكت بتاعه الناس مش فين كان بيحصل الاناليسيز علشان يشوف التأثير بتاع البنديميك ده على البيزنس في محلات شغالة ومحلات بتقفل ومحلات ناس اتأثرت وكان فيه مثلا من ضمن الحاجات صحيحة المهمة ان انا بشوف كان محتاجة تعمل بسرعة هو فين المناطق اللي كانت فيها اه ناس معارضين اكتر للخطر اكتر من غيرهم احنا عارفين مثلا عارفين ان هما الناس هما كبار السن مثلا الناس اللي هما عندوهم بعض الحالات الخاصة ممكن يكونوا عرضة للخطر اكتر من غيرهم فهما طب فين توزيعهم فين فعايزين نشوف التوزيع بتاع الحاجات دي فين طب احنا ممكن بعد كده نشوف احنا هنحط التست سايتس توزيع التست سايتس الاماكن اللي بياخدوا فيها المساحات والحاجات دي والتيستينج فين الفود امدادات الاغذية ففي حاجات كتيرة قوية عن اناليسز كان بيتم شغل كتير قوي كان بيتم فيها يعني مابينج واناليسز واتخاذ قرار والارك جي اس بالانلاين او الجي اس بصراحة بشكل عامل تكنولوجي يعني يعني انا ممكن انا نقول انها بتساهم اه مع قصة تكنولوجيات تانية بتساهم في يعني الحفاظ على الارواح والكلاود مستو او الجي اس على كلاود مستو ان خلى الموضوع ده سريع جدا وبقى يعني مش محتاجين وقت ان نو تايم خلاص احنا ممكن نجومب ان ونقدر نعمل مابينج واناليسز ونشوف الحالة بتاعتنا على طول طيب مين تاني يقدر يستعمل الارك جي اس اونلاين اكشولي ممكن نقول كتير يعني كل الكاتيجوريز يعني لو احنا بنتكلم مثلا على الاسم اي اللي هو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام فالجي اس على كلاود بنسبة لهم ده هو ده السلوشة المناسبة يعني ان انا صعب قوي قوم يعني هو بقى يعني مش محتاجين ان هم يعملوا في ويكيبوا سيرفرز بالشيء الفلاني ويعينوا عندهم علشان البزنس بتاعهم وهم يحتاجين ويبقوا عالليين شوي يركزو فقط على اللي هم يحتاجين يركزو عليه فالحاجات اللي هي اللي محتاجينها ممكن كلها تبقى على كلاود. وغيره. ممكن تبقى على النتا الميلاد طبعا بتكمل. على البزنس بتاعهم. وهم يركزوا على بيزنس بتاعهم. وده ميزة بقى كمان ان هو الجائس على كلاود بيبقى انت عندك فليكسبيلتي ان انا النهاردة مايحتاج عدد معين من اليوزرز بكرة ممكن احتاج اكتر فازود اقل فالموضوع فيه شوية فليكسبيلتي كنترول انت صاحب الكنترول يعني كمان السرعة يتمهم اسرع شوية فالجائس على كلاود اسرع حاجة ممكن ان هما يشتغلوا فيها عايز يجمع داتا اسرع حاجة ان هو يروح يزله على الموبايل ويجمع داتا بتاعته من الفيلد ويروح داخل ويرح عامل داشبورد ويشوف الداتا بتاعته ويشوف انلسز عن احجام المبيعات في المناطق المختلفة كل ده يقدر يتم بسرعة طيب الشركات الكبيرة خلينا نقول حاجة الشركات الكبيرة حسب طبيعة عملها ممكن يكون يعني احيانا الكلاود بفيد ليهم واحيانا لا بيفضلوا ان لو في حاجات سينستف شوية لا بيخاف ان الحاجات سينست دي بتطلع برا السيرفر بتاعه هاويفر في بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون لا مش سينستف قوي ممكن اشتغل على الكلاود وكتير قوي بيشتغلوا على الكلاود لميزة تانية في حاجة تانية حتة ان هو تخيل شركة كبيرة موجودة خطوصا لو في اماكن كتير في كذا دولة التيمز دي اللي موجودة دي اسهل حاجة ليهم علشان نشتغل هو ان احنا نشتغل بكلاود بدل مبنية تخدم التيمز دي المختلفة لا هي على الكلاود الناس اللي موجودة في اي مكان في اي وقت تقدر تشتغل بيها فقام بعض الجهات الكلاود بعض الشركات الكبيرة البعضهم بيمشي معاهم الكلاود وبعضهم لأ يبقى لازم اون برامس لازم يكون السوفتور بتاعه جنبه في السيربر بتاعه الحاجة الثالثة اليدوكيشن ودي من الحاجات البومين جدا تخيل دلوقتي بيزوي السورة اللي احنا شايفينها من احد الكونفرانس اللي ازري بتعملها فإزري بتشجع قوي بالجائس والمدارس في أمريكا المدارس طلبة المدارس بيستعملوا الارجيس والارجيس اونلاين وبينزلوا بيجمعوا داتا وبيعملوا بيها بروجيكت صغيرة على قدوهم كده بروجيكت على الارجيس اونلاين ويعرضوها وياخدوا بيها يعني بيطلعوا بيها في المؤتمرات العالمية زي إزري بتشجعهم فبتاخد كل سنة مثلا مدرسة ما فريق بتجيبه ويقعد الشغل بتاعه فيعني دي من الحاجات اللطيفة يعني الميزة بقى عشان نعمل ده احنا مش محتاجين انفرستركشور كبيرة مش محتاجين بقى نبني لابات وننزل على كل ماشين سوفتوير وكده لا يعني الموضوع بقى سهل قوي كل الطلبة نفسهم على الاجهزة بتاعتهم العادية فممكن في البيت بيشتغلوا على ياخدوا accounts بيبقى ليهم login access ويشتغلوا من اي مكان وعلى الانترنت وبسفولة جدا ان هما يطلعوا شغل بتاعهم وبعدين بقى ليهم access to data زي ما شفنا public data اللي موجودة دي ال demographic data مثلا والحاجات اللي ممكن يحتاجوها في مشاريعهم متاحة فبقى سهل قوي سهل التعليم خلينا نطلع كمان غير المدارس researcher الباحثين الباحث by the way احنا الناس اللي هما educational ممكن يبقى ليهم access on line بريت مختلف اسعارهم مختلفة ال educational اسعارهم غير اسعار ال organizations البزنس فالباحثين نفسهم الجامعات والجهات البحثية ممكن تستغل امكانيات ال RGS on line وتعمل الابحاث بتاعتها دي يعني ميزة ليهم يعني بس غالبا هيحتاجوا ساعتها الباحثين بيحتاجوا كمان معاهم desktop ان الباحث يشتغل على professional software نازل على الماشين عنده بيبقى ده ممكن يكون بالاضافة لل RGS on line حسب حسب طبيعة البحث بتاعه خلينا نروح لجهة التانية اللي هو ال NGOs ال NGOs برضو يعني في جهات بتعمل مثلا charity بيوصلوا مية مثلا للناس القرى الفقيرة وهكذا بيتعاملوا مع فئات معينة من المجتمع يعني الناس دول بيحتاجوا ان هما يمانجوا يشوفوا الشغل بتاعهم في المناطق المختلفة ويعملوا planning و monitoring وهكذا ففي اكشولي في جهات كتير قوي قوي بتشتغل بالجائس في مصر وبرا مصر بيستعمل جائس عموما يعني فسهل شوية لو احنا بنتكلم في يوزرز كتير وبيشتغلوا في الفيلد وعايزين نطلع management وانتباعها وال top management تتفرج وعايداش boards وهكذا فالجائس online هو المناسب ليه ومحتاجين برضو يعني له investment in infrastructure كتير وهكذا اعتقد انا كده تمام خلصت ومعرفش هل المهانسس بعد كده هسو عمر تحب ان يبقى فيه خطوة جاية فيه استفسارات مثلا ولا يتبقى الدنيا ازاي؟ جزاكم لكم الخير صدنا الفاضل الله يكرمك شكرا جزيلا المحاضرة ممتازة وفي امثلة كتير جدا فلو في احد عنده اي اسئلة بس يعمل راسها او يفع الايد او هفتحنا المايك لايه حد عايز يسأل الدكتور بن بوشارتن في اياري كتير مغفوعة لا ده ناس بسقف اوكي مش شكرا جدا شكرا او في مانتبهاء السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم شكرا جدا اشكرك انا بس كنت عاني تتبصر عن يعني اللي هي كل الابليكيشن اللي انت اتكلمت عليها هي بتعرض داتا هي موجودة اولدي تمام لكن انا يعني واسا انت بتكلمت على موضوع اللي هي الكورونا وكده طبعا التخزيه بتاعتها الداتا اكيد فيه ربط يعني عشان يقدر يجمع داتا انتايم يعني لازم يكون مربط بالداتا دي بمصادر تانية تمام؟ صح 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 طب لو انا عندي بقى انا مش بكلم في حاجة تكونها تربط بداتا يعني تجي لونتايم بس داتا يعني انا عايز اكون سيه مثلا هاقول مثلا عامل مثلا ستابلتي مابينج موديل مثلا تمام؟ وعايز اخلي يبدأ ان هو يحدد بعض البرامترز عشان يقدر ان هو يقول افضل مكان مثلا على مثلا زي البعد عن حاجة مغينة واسعار اراضي او كده فقدر ان انا خليه هو يستخدمها بسهولة فهل في حاجة زي كده موجودة قدر اعملها ولا دي موضاعي بقى صح يعني انت عايز برامترز اليوزر نفسه هو يدخلها يغيرها يعني مثلا ان انا بعمل مثلا البعد عن الطريق مثلا ما يقلش عن عشرة متر او عشين متر بعمل مثلا اراضي مثلا ما بتلقى فرنج من كزا لكزا فده بيديني في الاخر لا الحاجة دي هقولك هقولك الحاجة دي بيبقى الانسب ليها فعليا تستعمل ديسكتوب ليه؟ ما انت عالدسكتوب في عندك الموضل بيلدر اه الموضل بيلدر هو اللي بتقدر تبني بجرافيك الانترفيس البرامترز اللي حضراك ذكرتها دي وترتبها مع بعضها وتخليها از امبوت اليوزر نفسه ممكن از امبوت والموضل بيلدر ده اتكان بيه بعد كده بس بس ده برا كلاود بقى ده ده هيبقى شغلي شوية شوية ده هيبقى اه مفيش حاجة على كلاود تقدر تعمل لينك كده تبقى سريعية انا حتى كنت بعدت مثال لحاجة كنت شفتها قبل كده اه معامولة في مجيز لندن او كده حاجة لعلاقة بالرزيلينس وكده فكانوا بيبدأ يغير هو البرامترز فتبدأ تتغير الخريطة ويبدأ يتغير النتائج اتكان بيه ما بص هقولك الحاجات دي اتكان بيه انها تبيضا لو بالشكل ده بتبقى it's custom applications بقى programming بدأ تبقى model builder انا هكت هعمل application وعمل programming ويت's published على الويب طبعا الخريطة نفسها هتكون stored على cloud بس في حيث ان الابليكيشن ده بيشتغل برامتر فالبرامتر ده بيدخل في coding بياخد البرامتر دي وبيرن الاناليسيس وبيطلع الريزلت ويعرضها والخريطة على cloud بس ساعتها بتحتاج استورج لحاجة تانية يعني ايه؟ بيحتاج hosting لالبرامنج اللي انت عامله اه hosting في مكان ما web hosting عادي نحتاج web hosting اه للبرنامج بتاعك والخريطة it's hosted on-line على الارجيس on-line عادي وما فيش مشكلة تماميش شكرا جزيلا العفو أصفاد الابت من ديس بولا أصفاد مساء الخير مساء النور مساء النور المهاضرة مفيدة جدا وسؤال صغير بس هل فيه سوفتوير تاني اقدر استخدامه كcloud jays غير الارجيس on-line؟ فيه هو انا منحاس شوية الارجيس on-line يعني شايفه الأحسن شوية بس فيه غيره فيه اعتقد فيه حاجة اسمها jays cloud او cloud jays فيه حاجة اسمه كده اسمه كده بالمنظر ده مش عارف فيه يمكن ماب بوكس حاجة زي كده برضو فيه حاجات تانية موجودة لو عملت سيرش هتلاقي فيه لا فيه حاجات تانية cloud jays اه اه ممكن سيرش عليه هتلاقي فيه حاجات كده فالارجيس on-line لا هو مش الوحيد بس بس يعني وانا ازعم ان هو افضل له شوية تمام شكرا جدا لحراكة بشمال اشكرك اشكرك بشننسى ابو بغر ابو بغر محمد افضل اشكرك 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 شكرا جدا اشكرك 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 شكرا